ازاي قدرنا نعمل حاجة جميلة جدا اخواتي وحبيبي طلبينها مني يارب يكون وفينا بالعهد لما قلنا لهم هنعمل لكم الفكرة بازن الله ازاي نقدر نعمل وينش صغير لسبة البلكونة يا محترمين بحيث نقدر نرفع وننزل بكل سهولة علشان كل اخواتي وحبيبي يقدروا يستفادوا ياريت يا حبيب قلبي ما تنساش تصلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعمل لايك للفيديو ومش عايزين نطول على اخواتنا وحبيبنا في الكلام ونروح بينا على الشرح يلا بينا يا حبيبي على الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة اليوم يا حبيبي هنقدر نعملها بإذن الله من المطور بتاع الطبق المتحرك من مطور الطبق المتحركة حبيبي زي ما انتم شايفين انا عندي مطور قديم جدا قدرت افكه علشان اطمن بس اشوف التروس وضعها ايه ولقيتها يعني جودتها ان تعتبر يعني تلاتين في المية او اربعين في المية ولكن هيقدر غرض نقدر نعمل الفكرة لاخواتنا وحبيبنا من خلال المطور اللي قدامنا ولكن لو حضرتك عندك مطور يعني جديد شوية او بحالته وهيبقى افضل من كده بكتير عندك فيه التروس اللي انت شايفه قدامك الترس اللي في النص ده خارج من المحرك مباشرة يبقى انا حددت الطرفين بتوع المحرك اهم اللي هو الاخضر والطرفين اللي جنبه اللي هما فين يا حبيبي اللي هما موجودين في الداخل زي ما احنا شوفنا كده هنقدر نشيل بقى كده المجموعة دي ونقدر نتضفهم ونختبر الاول نشوف المطور هل شغال مش شغال لان انا ركنه عندي من يعني بقى له اكتر من عشر سنين فهنقدر نجرب اذا كان بيلف معايا ولا ما بيلفش ونتأكد انه شغال ولا مش شغال هنبدأ بقى نعري كده واحدة واحدة وهنبدأ نلمس في الاطراف اللي قدامنا شغال بكامل حبيبي شغال ب12 فولت دي سي يعني تقدر تجيب اي محاول عندك من 220 ل12 وهتقدر تشتغل من خلاله الشحن بتاع الروتر الشحن بتاع الريسيفر هتقدر تشغل زي الفول بيلف معايا ها ولو بدلت الاطراف هنبدل بقى الاطراف وهنشوف هيلف معايا الاتجاه المعاكس كده يبقى بيلف معايا يمين وبيلف معايا شمل زي الفول كده ان شاء الله باذن الله هينفى هنعمل منه فكرة اليوم باذن الله يبقى احنا اخدينها واحدة واحدة كده حبيبي مفروض ان العلبة دي بتبقى ملينا شح ولكن ده من زمان عندي وطبعا زي ما انتو شايفين المنظر بتاعه يعني قديم جدا انا حبيتها فكوا علشان لو اقيا حد من اخواتي عنده لان اغلب الناس هتلاقيها رقنا الحاجات دي مش محتاجة زي ما انتو شايفين بيلف الاتجاه ها اليمين وبالنلف من بدل الاطراف بيلف الاتجاه التاني اليسار هنبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم عندك طبعا زي ما انت شايف الحديدة دي بتتثبت عندك في المكان اللي في الترس الكبير بحيس تقدر تلف زي نظام الدرابوكس علشان تلف معانا يمين وتلف معانا شمال انا هقفل بقى الحاجات دي تاني واخد الطرفين بتوع المطور ماليش علاقة بقى بالسونسور ولا بالحساس ولا باي حاجة تانية ولا باي شيء تاني انا عايز بس الطرفين اللي بقدر اتحكم من خلالهم في تشغيل المطور ويا السلام بقى لو حضرتك عندك وحدة التحريك اللي هي بالرموت هيبقى حاجة جميلة جدا وحاجة ممتازة جدا ولكن انا ما عنديش وحدة التحريك وهنفترض ان اخواتنا مش هندهم وحدة التحريك انا بقى لازم الاف بقى المطور كده بايدي افك المطور للنهاية يعني لقبل النهاية بسنة هبدأ اربطه يعني بعد ما اجيب اخره في الفاك هربطه حاجة بسيطة جدا ليه وجبت بقى البكرة دي وجبنا فيها طبعا حبلة علشان نقدر نعمل الفكرة بتاعتنا وانا ركبتها بالشكل ده حبيبي انا بعمل لك طريقة ولكن نقدر نطور ونحدث ونعمل حاجات كتيرة جدا يعني هي مجرد فكرة يا حبيبي قابلة للتطوير كل الافكار اللي بدي قدر نقدمها انا مش بقول لك يعني جبت لك اخر لا بالعكس انا هقدر اعملك من الفكرة عشرين فكرة كمان ولكن احنا مبدئيا نبدأ نفكر مع بعض يا حبيبي وهنقدر نستفاد باذن الله بالفكرة بتاعتنا وبالمطور اللي قدامنا ده في افكار كتيرة جدا هنبدأ بقى بلف معايا يمين وبلف معايا شمال زي ما انتوا شايفين انا بقى دلوقتي عايز اعمل زر علشان اقدر اتحكم من خلاله في اللف يمين وفي اللف شمال ويلا بينا على الشر بسم الله الرحمن الرحيم احنا خلاص كده خدنا الطرفين اللي خارجين من المطور زي ما انتوا شايفين وهنبدأ نشوف نشغلهم ازاي لو جبنا شاحن 12 فولت 12 فولت زي ده كده حبيبي هتوصل عليه وهتبدأ تاخد الطرفين الموجب السالب بتوع اهم لو وصلنا كده يمين نشوف هيلف انه اتجاه هيبدأ يلف معانا الاتجاه اللي انتوا شايفين هو يا حبيبي تمام طب نلاحظ بقى لما نبدل كده الطرفين هيلف انه اتجاه العكس لف الاتجاه التاني يبقى اصبح انه ممكن نتحكم فيه الموضوع ده يا حبيبي بحاجتين فيه عندي طريقة منول يدوي وفيه طريقة ان انت لو حضرتك موجودة عندك وحدة التحريك اللي زي دي هتقدر تتحكم فيه تحريك كيمين وشمال من خلال الريموت كنترول طب انا ما عنديش دي وهشتغل يدوي انا شخصيا وحدة التحريك دي عندي بايزة ومش حاجب اشتغل بها هنخليه يدوي بحيس ان انا لو انا واقف في البلكونة او بطلع حاجة او بنزل حاجة ابدأ اشتغل من خلال زر زي كده هنجيب الزر اللي زي ده حبيبي ده اربع ستة اطراف زي ما انت شايف كده بيشغلك على الطرفين اللي عاليمين وبتيجي يديه كده بتشغلك على الطرفين اللي على اليسار طب نشوف نوصل ازاي هنجيب مسلا الموجبة هه هنجيب أطرافه المطور الاول طرفين المطور هههم هنوصلهم على الطرفين اللي موجودين بالنس في المنتصف وبعد ما نوصل ايه الطرفين اللي في المنتصف هقول لك تعمل ايه بكل سهولة يا محترم كده وصلنا الطرفين بتوع المطور في المنتصف زي ما انت شايف حبيبي هنبدأ بقى نعمل ايه ناخد الطرفين دول بتوع التغذية هناخدهم على الطرفين اللي قدامنا كده وصلنا الطرفين زي ما انتوا شايفين هنبدأ بقى نشغل كده في المنتصف فاصل لو ضغطت كده بدأ يلف معايا الاتجاه اللي انتوا شايفينه ده يا حبيبي طبعا عايزوا بقى يلف العكس عايز ما اضغط اليما دي كده يلفلي بقى العكس هعمل ايه هجيب بقى طرف من هنا كده يا حبيبي اهو وهاخده على الطرف اللي على اليسار والاتجاه المعاكس بالزبط بحيث يبدل معايا الاطراف ادي طرف وهناخد الطرف الثاني كذلك الامر عشان اي حد يجيب المفتاح يبقى عارف التوصيل ازقها اشتغل مباشرة معايا او مجرد ما لمز اشتغل معايا الاتجاه التهني اصبح بلف معايا يمين ولف معايا شمال يا حبيبي جريت اخواته حبيبي كله يبقى فاهم هيعمل ايه لو جينا كده بقى نعمل زوم علشان نشوف الاتجاه اليمين والشمال شايف اللفة عامل ازاي طب لو جيت كده العكس على طول العكس على طول كده يمين وكده شمال هنبدأ نضغط يمين تلف معانا ونبدأ نضغط اليسار تلف معانا لاتجاه المعاكس في المنتصف هتوقف في المنتصف هتوقف زي كده كده يمين وكده شمال تبقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان نقدر نستمر يا حبيبي قلبي وبالتالي نوصل لكل اخواتنا ولكل حبيبنا ويلا بينا نجرب على الطبيعة انا كده يا حبيبي طلعت طبعا فوق السطح وبدأت تسبت ووصلت لك على بطارية 12 فولت ودي ميزة كمان ان لو النور قاطع هتقدر تشتغل من خلال البطارية ولكن حضرتك ممكن توصل على الشاحن زي ما قلنا في اول الفيديو انا بجرب لك بالبطارية علشان يعني مفيش توصيلات فوق وحاجات زي كده علشان يبقى سهل علينا نقدر نجرب ومشاء الله زي ما انت شايف الحاجة طالعة وزي الفول والسرعة طبعا هادية وممتازة جدا هتقدر تستفاد وهتقدر تعمل مصالحك باذن الله وهتقدر كذلك الامر لما تعوز تلف تنزل الحاجة هتنزلها بكل سهولة من خلال الزير ولكن لو حضرتك عندك وحدة تحريك بالرموت تقدر تتحكم من خلال الرموت يعني ايه يعني لو انا موجود تحت لو انا موجود تحت تحت المنزل هقدر احط الحاجة اللي انا عايزها بالرموت لو وحدة تحريك في الخارج هقدر اللف بالرموت وهقدر اطلع الحاجة ونزل الحاجة بالرموت زي ما انتوا شايفين حبيب ياريت بقى اخواتي وحباب قلبي الناس اللي دايما يعني لهم الفضل بعد ربنا اللي بوصلوا القناة بتاعتنا باذن الله لأعلى مستوى بفضل الله ما تنساش تعمل لايك يا حبيب قلبي وتصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وتنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته